التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرونيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع قطع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة وهو ما يسهم بدوره في توازن الأسعار جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع حيث أشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع لافتا إلى أن هذه الجهود أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض في دراجات أو معدلات تضخم استشد 16 فلسطينيين على الأقل أغلبهم من الأطفال والنساء وأصيب عشرات آخرون فجر اليوم في سلسلة غارات للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس ومخيمي المغازي والشاطئ ومناطق جنوب غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال استهدف مدرستي إيواء تابعتين الأنروا في مخيم الشاطئ وحقي الدراج بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 11 فلسطينيين على الأقل كما استهدف الاحتلال غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيابين نتنياهو أن إسرائيل لا تزال ملتزمة باقتراحها الخاصة بوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين في قطاع غزة ومن جانبه قال رئيس هاية أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هاليفي إنه تسنى تقريبا تفكيك كتيبة حركة حماسة المتبقية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة وصفت وزارة الخارجية الأمريكية مقطعا مصورا ظهر فيه فلسطيني مصاب مقيدا بمقدمة سيارة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بأنه صادم وطالبت بإجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق مشينا إلى أنه لا ينبغي أبدا استخدام البشر كدروع ويجب على جيش الدفاع الإسرائيلي التحقيق بسرعة فيما حدث دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إسرائيل خلال اجتماعيه مع وزير دفاعيها إلى تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلينكين شدد على أهمية تجنب مزيد من التصعيد للنزاع والتواصل إلى حال دبلوماسي يتيح للعائلات الإسرائيلية ولبنانية العودة إلى منازلها وأشار إلى أن بلينكين أكد أيضا ضرورة أن تتخذ إسرائيل المزيد من الإجراءات من أجل إدخال مساعدات لقطاع غزة بالتنصيق مع الجهات الدولية فادت مجالة بلوتيكو الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكين أن على حزب الله ألا يعتقد أن الولايات المتحدة تستطيع منع إسرائيل من مهاجمته وأكد المسؤولون حزب المجلة أن واشنطن ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا نفذ حزب الله ضربات انتقامية وأتوقع المسؤولون ارتفاع معدلات خطر اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل أقل الرئيس الأوكراني فلادامير زيلانيسكي قائد القوات المشتركة بالقوات المسلحة جنرال يوري سودول وبعد ظهور تقاريته في أن أداؤه كان سيئا خلال العمليات العسكرية المستمرة منذ 28 شهرا مع روسيا وأعلن أن البريغادير جنرال أندريا هاناتوف سيحل محل سودول في المنصب الذي تتضمن مهامه التخطيط الإستراتيجي للعمليات وشغل هاناتوف منصب نائب قائد المسرح الجنوبي للعمليات منذ عام 2022 كما قاد الدفاع عن بخموت في شرق أوكرانيا العام الماضي ختم ومجزئات تاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لإستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر